بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواتي معكم اخوكم منصف نظرا لغدة رسائل وطلابات من طرف المتابعين الفيديو هذا راح يكون عن طريقة استعمال بعض الأدوية والمكملات الغذائية تاع اوميغا على تاع اوميغا بدات لانها جام فعالة ومليحة بزاف ومكنش اللي ما جربهاش ومشكرهاش كاين اللي مشكرهاش وبعده اللي يحوس عليها كي نعرفو نخدمو بيها مباشرة نعرفو الفيدياتها انا راح ندير الفيديو هادا عفويا لانو انا عنا كين هز الباطن نعطلكم وانا بلاسا تلقاو تاريقا تاع الاستعمال البوسولوجي اي مود دون بلوا دورك اخوتي نشوفو الامراض اللي تصيبنا الطيورة اللي مالفين كما نقولو احنا نشوفوها بزاف في الفيديو سابق كين فيديو سابق قدرتو اخطر ثلاث امراض ونضم مفهوم دورك راح نشوفو كيفا نستعمل الادوية هادي للعلاج وكيفا نستعملها للطبيض جماعة بزاف الطبيض 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 دورك نستعملوها كيفا نستعملوها للطبيض اول حاجة نبداو بالمقنية الجديد كين جيبوه يصرالو شنجموها ليمونتار وتلقاه والله تخلصو الماكلة يجيسو الجوع المقنين كي جيبوه جديد كون يفوتو الجوع راح باش نصوفوه نصوفوه بزوج دواوات كين ام كات ونتريفيت كين ام كات ونتريفيت طريقة الاستعمال هي ثلث قطرات ام كات مع خمس قطرات نيتريفيت في خمسين ميلي ميلي ندرك المثال عندنا خمسين ميلي جي هنا جي هنا جي تحت الخط تعلبيفيت هذه بالصباح خمسين ميلي نضع خمسين ميلي ونضع ثلث قطرات من هذا وخمس قطرات من هذا هذا دواء أونتي بيوتيك وهذا عبارة عن فيتامينات مركزة يعود الطير يعمر روحه منها هذا الفيتامين مليح تستعمل خطرة في شهر هذا دواء 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 نستعمل غير للعلاج هذا الفيتامين تستعمل خطرة في الشهرين وخطرة في شهر هذا نيتريفيت مليح هو منتوج فرنسي الأمارات التعليفوسية الأمارات التعليفوسية كين أنتي آزم كين الآزم لي يتعالج هذا مليح بزاف وفعال للآزم طريقة الاستعمال 5 جود دون 50 ميلي ليتر لمدة خمسين 5 يام عفوا منقب النيتريفيت ولام كات لمدة حتى يرتاح الطير تقدر تمده حتى يرتاح الطير متفاهمين هذا محدد خمس يام خمس فعلا فعلا بزاف كي تلقى الأعراض تعربوا عطار تاعك استعملتوا هذا التريق على التريكومونوز لترى تريكومونوز أدخى تريكومونوز يبدو تريكومونوز فعال ماشاء الله. طريقة الاستعمال بيدي كامون دواء تاتر شانجي شاك طريقة الاستعمال. فوصولوجي اي موض دام برواء. فان دو بوشان كي نحلو القرآن وفان دو بوشان دواء. فان دو بوشان دواء 100 ml لتر بمدت 7 ير. في مدت 7 ير. ما تدبسيش دواء. دواء اللي حطها لك. فالاخر ما تدبسيه. ما تدبسيه. فان دو بوشان نقول حنا عراص الموس. بالله بانسي. هذه البانسي. البانسي هكذا القرصان. على عراص الموس. فى 100 مليلتر. تريكمونوس فعال بزاف. رحو. لاميگاباكتيري. لاميگاباكتيري. لاميگاباكتيري رحيم دير الصوداء. اللي عدس مربين. لاميگاباكتيري. فى تسعود ميگاباكتيري واحد ها. باش نعالجوها. نعالجوها بالنوك والپرافان تریکيل. فان دو بوشان دو پرافان تریکيل. طريقة الاستعمال شوية طويلة كيف نستعمل عندنا طريقة الاستعمال الدوم 20 يوم عندنا طريقة الاستعمال الدوم 20 يوم اليوم اللي أول الثاني الثالث الرابع نستعمل النوك والبروفونتريكيل سبعيام اللولين مع بعضهم ومن بعد نحبسه يومين ومن بعد نكمله من اليوم العاشر حتى اليوم العشرين طرفونتريكيل وحده هذا إذا كانت ميجاباكتيري في الدوم يتحق يسمى كاينة غير البكتيريا العملاء كاينة غير البكتيريا العملاء بالصح بالصح كي تعود كاينة معرض خلاف درق نشوفه مع بعضنا درقلنا هادو هما ليام من اليوم للول من اليوم السابع من اليوم السابع من اليوم السابع سامحوني من اليوم السابع عندنا نوك بلايس براوفونتريكيل ونحبس اليومين الثامن والتاسع نمد الأحمار العضوية في الماء ونمد البروبيوتيك في الماكلة نمد البروبيوتيك في الماكلة البروبيوتيك المخير هو اللي تحط في الماكلة هو الروان فراد انطروباك الروان فراد انطروباك وإحسن أحماض عضوية تمدها في اليومين هادو هو احسن أحماض عضوية والله أوميغا إفتي كاناريز والله ديجاز تعرد إفتيح ومبعد تعود اليوم العاشر برافونتريكي الوحده برافونتريكي الوحده حتى اليوم العشرين حتى اليوم العشرين هادو إذا كانت ميغا باكتيري وحدها إذا كانت وحدها كي تكون معها الكوكسيديوز كيف تعرف باللي معها الكوكسيديوز برافونتريكية هادو الأواق برافونتريكي بالتحرك فعاليومين كأخير نقدر مصران هو مصران هنا ندخل السوق كوكسيديوز هنا نتخل لوميغا لأميغا بليس لأميغا بليس ندخل دو جود لأميغا بليس لأميغا بليس هو دواء فعال يعالج الكابد ويعالج العمعاء ويعالج الكوكسيديا نحن الى هنا ندخل زوج قطرات هو قطرات تكفي ندخل زوج قطرات باش نقضيه على الكوكسيديا لمدة ثلاث ايام او اربع ايام اذا كانت جاوب الطير في ثلاث ايام تحسن حبس الدواء هذا لانه بزاف الدواء هذا على الاخر على الكابد التاع احنا رأنا في حالة علاج والطير يكون ضعيف في حالة وجود اسفيرار والله بوشون على الساق ساعة والطير دخل دوكسيدي دخل دوكسيدي لمدة خمس ايام دوكسيدي على راس الموس والله فون دو بوشون والله والطير 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 ضد ضد الموس داخل البيضة و ضد الاسحال فعال جدا والطير دوكسيدي والوميغا بليس لا اعرفين و غنيين عن التعريف ما كلها نبقى نعرفين دركة نجيب طريقة الطبيض لانه احنا ارانا في العلاج دركة راح نمده ادوية للتطهير للتنظيف هما تنظيف الطفيلية الغير مرغوب فيها مثل الديدان دودة شارطية ديدان الامعاء الطفيلية الخارجية مثل الفاش كما الفاش والعف لزاكاريا الفاش الريئوي نستعمل اما أورال او باروان 0.1% ركزوا اخوتي على التركيز هذا 0.1 الماكسيموم 0.12 0.12 للبباغاء للقابوني الطير الطير 0.1 هي الجرعة الأقصى هذا الفيترينر 1% راهو ضنجي على الطير راهو بعالوقت راميس راهو مضاعفات غير مرغوب فيها هذا الفيترينر 0.8 0.8 0.8 0.8 يتحط 6 اقطرات في 50 مليلتر تؤFS طريقة على الاستعمال 收看 استعملا اليوم سوف نزيد كره حتى اليوم الثامن الذي لديك الكره نعاود آما الثامن إلى الثامن zac هذه المدة التي تقوم بها اليوم تغير حكم شهرين وزيد عود الكراء وعود أيضا وحسب شهرين وعاودي الكره وعاودي التنمي وعاودي حسب شعاره سواء صلوصون أورال أو صلوصون أورال كي تستعملهم للوقاية تستعملهم بالتريقة هذي كي تستعملهم للعلاج تستعمل الخطرة اللولى وتعاود في اليوم الرابع وتعاود في اليوم العشرين هذا للعلاج لعلاج العث دركي أخوتي الراحو للرسمي كلنا نعاني من نقطة سوداء وكلنا نجارتنا سوداء خاصة لجمعات المقنيين كين دواء مليح بزاف هو دواء الواحد اللي طيح الدودة الشاريطية بطريقة صحية جيدة ما كانش فيها إجهاد للقار هو ذرميفيج 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 هذا يستعمل للطفليات والديدن اللي تعيش في العمعاء وخاصة الدودة الشاريطية ما كنا عارفوا شوي الدودة الشاريطية طريقة الاستعمال تستعمل 20 قطرة في سيكونت ميليليتر اليوم اللي أول وتعاود الكرة في اليوم الخامس عشر تعاود الكرة في اليوم الخامس عشر هذه للعلاج للوقاية نفس الشي نفس الشي وتحسب من اليوم الخامس عشر اللي عاودت فيه كل شهر شاك طروا مو دير ذرميفيج راهو طبيض صحي مئة في المئة راهو دواء ما شاء الله هكذا خوتي المعلومات هذه تحصلت عليها وحبيت نتأكد تستعمل صحة تحا وحبيت نشوف التجربة تحا ما نقدرش أنا نقول لك أنا لاحظت من نهار دخلت البرلموربيد للنظام الغذائي تاعي طيور تاعي تحسنت كاين واحد بعت له خمسة طيور من الخطراء هذي اللي درتهم في الفيديو دار لي رو ماركو شو ولي قل لي قل لي قل لي فيريفيت لهم كرشهم سبحان الله قل لي ما لقيتش حاجة هكا ولا هكا ولا تطل عليك كبدا ولا العرق لصفر قلت له فرحت نقول له بارك الله وفاقل له ما شاء الله المهم خاوتي تبقى لنا حاجة فريدة عبرك الناصحة الأداة خاوتي الأداة اللي يشرب فيها المقنيين العادات اللي يشرب فيها المقنيين المقنيين تاعة والكناري تاعة يسوع الأقل فوق الخمسمية وفوق الستمية تحط له في بيفيت مخدومة بالبلاستيك تاعة القرعة تاعة سعيدة وتاعة القرعة اللي لموهم من المذاب اللي ويدوهم يعودوها ترح تشري بيفيت دير الفين وخمسمية وراك فرحان بها ديتني طوايها تجرحك أنا نصح خاوتي بالنوعية هذه تدو جيار ما القرم قاعدين يقلدو فيها بالصح نوعية جيدة ها خاوتي ها نوعية جيدة هاد هاد كيف يسميها البيفيت هادي باق 2018 والله غير باق 2018 ها 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 هذه اللي هنراني ما زلت مخسلتهم شا هذه اللي هنراني نحيتهم فرقتهم من المالي كان فيهم بارك واجهت نعط الخاوتي بالليرا هي اللي هنر هنر هي 50 ميلي لنتر هاكده خاوتي البيفيت الثاني رايت لعب دور لو كان نحط البلاستيك 05 هذا 05 نحط البلاستيك 05 هذا في المجهر ونجيبو البلاستيك هذا اللي تعاود اللي ترسك لهذا اللي تلقاه بيضو ميل شوية اللي كرام هذا رأنا نشوفو الأخر بالمجهر نشوفو جبال جبال ونشوفو بعض البكتيريا اللي تكون عايشة في نص الشوقوق هادي كفا نظن الرسالة وصلت ونتمنى أني فت واستفد وانتمنى أنه كان فيديو مفيد لخاوتي وربي وفقنا وموسم وفق للجميع وبالتوفيق الجماعة اللي راح تشارك في المسابقة هذي تاعة 21 أكتوبر بمدينة القليعة ما تنساش اشترك بالقناة تفعيل زر الجارس باش يصلك كل جديد سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم اشتركوا في القناة